موضوع الاستدامة خلينا نعرف بقى مفهوم الاستدامة لان مفهوم الاستدامة هو يترطب عليه برضو تحقيق المدن الزكاية مفهوم الاستدامة هي باختصار لو انا عايز اقول ان انا عندي مدينة مستدامة هي المدينة اللي بتراعي الاعتبارات البيئية منذ بداية التصميم وحتى بداية التشغيل والتنفيذ من بداية البنية التحتية من بداية البنية التحتية ومن بداية التصميم ويمكن مصر واخدى شهود كبير جدا في النقطة دي في المدن الجديدة واحنا عملنا نظام اسم نظام الهرم الأغدر ده نظام لتقييم المباني إزاي المعايير بتاعتي أو النقاط اللي موجودة في نظام الهرم الأغدر ده لو أنا حققتها أقول المبنى ده أغدر أو مبنى مستدام منذ بقى أن احنا لو قللنا اللي هو استهلاكات الكهرباء بتاعتي استهلاكات المياه بتاعتي الموضوع ده متنفذ في العاصمة بإزاي يعني أنا مثلا كل المباني اللي موجودة في الحياة الحكومية بتستعمل اللي هي الالواح الشمسية اللي بتقلل اللي أنا اعتمد على محطات الكهرباء بتاعتنا فيها برضو حتى إدارة مستدامة للمخلفات إن أنا إزاي المخلف اللي عندي سواء مية إن أنا أعمله قاعدة تدوير مرة أخرى واستخدم المية دي بشكل آخر سواء في الراي أو حتى استخدامات أخرى كل ده بناقدر نقول عليها مدينة مستدامة